متابعوا في الجول أهلا وسهلا بكم وأحوار خاص مع ايسن كابتن وليبرو منتخب مصر وأنادي أنزا مالك أهلا وسهلا بك كابتن ايسن أهلا وسهلا وسهلا بك عملي الحمد لله دعنا نبدأ من البطاية خلص أي حد من الشيطان على كرة الطائرة يرى اللعب الليبرو ده نبس لبس مختلف وأدوار مختلفة في مع اشرحين ما كده أن مركز الليبرو ده يعمل ايه في الكرة الطائرة ويه أدوار ويه ما يعمل الصعوة الليبرو بيقى لبس مختلف عشن هو ليه شوية قوانين مختلفة شوية هو ريسيفر وديفندر بيدافع وبيستقبل مسؤول ان هو يوصل أول كرة من الفرق الثانيين بيلعب علينا سعيب مسؤول هو يستقبل ويودي الكرة للمعيد معيد ده يبتد ان هو يرتب هجمة أو يعمل فنت أو الضريب من آخر خلص الكرة ليه شوية قوانين مختلفة ما بتمشيش على باقي اللعيبة النوع ما بلعبش سعيد ما بقدرش نوع ينط من جوة التلت ما بقدرش نوع يهاجم ما بيرفعش صعوبة من جوة التلت واللعيب ينط ويشوتها التغيير بتاعته لما بيجي عليه راوند نوع يبقى عنده الإرسال عليه الإرسال مش بيلعب إرسال وبيطلع بره بيتغير نقطة لحد ده ما الإرسال يتزيع ويننزل التاني نستعبل ده مش بيتحسب تغيير بيبقى ودينا الراوند بس هو بيبقى مسؤول عن الدفاع والاستقبال الناس كانت تشعبين بطارق حامد نجم الزمال والسابق وانتخب مصر والتحاد جنب السعود الحالي يلا رأيك تشعبين بطارق حامد وبمثلك اللعنة طبعا طارق حامد ده بحبه جدا كلعيب بحب قوي يروحه وأدائه في الملعب هو بيلعب من الأول لآخر بأداء ثابت لا لا طبعا هو فايتر جدا في الملعب يعني أنا ليه الشرف أنه وإسه يشبهني بيه طب بتحس أن أنت قل اللي بيطارق حامد بيعمل من كتابني زيه في الملعب الطريق يمكن الفايت شوية على الكورة أو الروح شوية في الملعب مش بسهولة قوي إن الكورة تقع لا بيبقى في محاولة للآخر بنفضل نحاول على آخر لحظة بيلعب من الأول للآخر دايما بيروح روحنا ما تقلش حتى لو مثلا الفريق الثاني استحب علينا شوية وده حصل ودينا الدوري أو الكاس كتير قوي بس لأ كنا نقدر نحنا نرجع تاني للمطش ونكسى بعيد طيب خلينا نبدأ معكي من البداية خالص لو كنت في نادي الشمس بعد كده أنت قلت من الزمانك بعد أن أيتعالك في 2018 فريق نادي الشمس نفسه وقتها كان فريق تييل وكسي دهاري في سنة فاينال أفريقيا في 2017 وكان معكي أسماء أصلا قوية منهم اللي اعترفوا منهم في اللي قادة حالية ليه أنت قلت من الزمانك وقتها وليه سبت الشمس والفايلة أصلا تييلة وكانت وعدة جدا أن أتحقق أرقاب أو التباعة عندها القدرة عن المنفس أنا كنت من ناشئين الشمس وانا عمزي أربع سنين وانا بالعب في الشمس ابتديت تصعد فيستيم من وانا صغيرة من وانا 16 سنة بدأت أشارك مع الفيستيم شمس وبدأت أننا كنا بناخد بنوصل دائما للفاينال سواء دوري أو كاس كنا دائما فاينال بيننا وبين الأهلي كنا عناصر كويسة جدا 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 بس لما جات فرصة الزمالك لأ هو رياض احتراف وانا أنا أمثل نابي زي الزمالك دي كانت حاجة كبيرة جدا يعني لأ ليه الشرف جدا أنا كنت أخش فريق زمالك ولعب باسمه وقلبس تي شيت تاعته طيب من 2018 قبل 2022 من رغم موجود محترفات بس زمالك ما كانش بينافس الأهلي بكوه في الطير في 2023 انت فريق بينافس وبيحقق أرقاب في السنين اللي فاقت الدائت اللي كان نايسك فرقة انها تحقق أرقاب أو تنفس بكل كوهر لحصانة السنين السنين اللي فاتت الفريق كان بيتدعم بمحترفة أو اثنين ده مش كل سيزن يعني فيه سيزن ملعبناش بيه بمحترفين خالص وفيه سيزن كان بيبع معنا محترفة أو اثنين التغيير ان السنات دي الإدارة اهتمت قوي بالفرقة والفرقة كلها اتغيرت يعني حتى البنات اللي من مصر هنا فيه بناك كثير قوي جديدة يعتبر الفرقة كلها احنا ما ببقناش غير أربعة من السنة اللي فاتت الاهتمام بصراحة من الفرقة كان من الإدارة كان كويس قوي قوي ناحية الفرقة زيه من أول يوم في السيزن واحنا بازين بشكل مختلف احنا رحنا مع عسكرات لعبنا مانشاط وديه كثير قوي رحنا عسكرنا لمدة طويلة ان احنا نلحق ان احنا ننسجم مع بعض وان احنا يبقى نطلع بشكل ان احنا فرقة اكنام كوان بقالها كثير ليس لسه فرقة لسه نتجمع على بعض كله حق جاي من نايزي فكان ده ورده كان تشالنج ان يحصل انسجم كده بين الناس كلها بطولة الدوري المصي والنهاية الدلالي كوانيس اول مقراء ومتعرضت فيها للصوبة في الدلالي الأخيرة أو في النقطة الأخيرة اللي كانت في مقراء حسنا وزر مالك فاس فيها لان كانت في صورة الدوري بس كنا بقى التفاصيل والكوانيسة صدر في اليوم ده ده كان اول ماتش في البلاي اوف انا اتصبت في اخر جيم خالص كان الجيم الرابع في النقطة تقريباً لتساعتاشر جالي كرامب جامد ايه في رجلي ولطريت ان انا اطلع بره الملعب كان صعب بقى ان الفرقة كلها بعد الماتش ده وكل الناس كانت مخدودة جداً ان انا طب انا هلعب الماتش اللي بعد ولا لقى طب انا هبقى موجودة ولا لقى دكتورة سوميا الصراحة دكتورة الفريق ما ثبتنيش خالص 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 هي فضلت صهرانة معي لحد الصبت بتشوف ان انا هقدر تقدر تعمل كل حاجة تقدر عليعش ان اقدر العب الماتش اللي بعده الفريق كله كان خيب جداً علي وكانوا لأ هتلعبي لا هتقومي فلا بصراحة ما شجعوني كويس قوي طب ايه السبب خصوة الدوري الدوري احنا خسرناه عدم توفيق من ربنا كل الماتشات الثلاثة اللي احنا لعبناهم في الدوري كلهم خالصانين مقفولين جداً ما كانش فيه ماتش فارق قوي احنا مش خسرين انو بشكل واحش كان كل الماتشات خسرانة فوينت او اتنين في كل جيم فماتش مقفول قوي وفعلاً كان سوق حظ اللعيبة عملتلي عليها كله لاعب كله طلع احسن وعنده بس هو كان عدم توفيق من ربنا طيب في الكاس بقى فكرت ان انتو خسرتو الدوري نراهلي وما عندهم اليد العليا وعندهم السكة اكبر ازال قدرتو تحول داد نفسكو في نهاية الكاس الخسارة دي خلتنا نبقى اقوى خلتنا ان احنا لأ احنا بدام ضاعت عندنا بطولة احنا لسه فيه كان سبعة ثيام يعني فرق كان بين الدوري والكاس سبعة ثيام سبعة ثيام احنا مفيش احنا ونطلعش بالبطولة دي يعني بدام واحدة راحت خلاص قدر له مشاقة فعل احنا في اللي بعده ومركزين احنا في اللي بعده ودافنا من الاول يوم الفرقة ديتها عملت فيه اللعيبة كلها قدت مع بعض الكاباتن كلها قلنا ان احنا الماتشات كلها بدون استثناء اهلي او اي فرقة تانية فان احنا بنلعب على ماتش بماتشو احنا بنلعب على بوينت ببوينت جيم بجيم ضع جيم فيه لسه ضع بطولة فيه لسه ضع ماتش ففيه لسه في البلاي اوف ممكن نقدر نعوض ده اللي دانا دافع شوية ان احنا في الكاس نظهر بشكل مختلف تماما احنا كاسبانين في الكاس فرق سكورات جامدة في الجيمات كلها في الماتشين بجانب بقى اللاعب نفسه فيه حاجات اكيد صغيرة تغيرت الجهاز الفني اشتغل عليها وقدر انه يحللها ويطلع بيها ضغط يتمثل عليكم في الفترة السبعة اترامة من مبيل الدوري ومبيل الكاس نحن احنا نريد ان تكتبعوا ان لا يستطيع اخراج بس ايه الفرق من المتجعين ايه الضغط ان كان اقوى شيئا عليكم في الفترة ما ديه؟ ضغط ان احنا الفرقة زي من اول ما اتعاملت الناس كلها منتظرة منها حاجة حتى الناس اللي ملهاش علاقة بالرياضة فهي الفرقة دي كانت مسمع قوي انها فرقة كبيرة تجمعت كلهم عناصر ممتخب هنحقق ايه كله مستني يشوف مموسم هيني على ايه عشان يشوف الفرقة دي حققت ولا لا فده كان بالنسبة لنا ضغط اكيد بجانب الناس البنات اللي جاين من الاهلي فهم برضو وكانوا بيتهجموا كثير فده كان ضغط برضو جهاز الفني عارف الحمد للان ويتعامل معاه ونفصل تماما احنا من من ساعة الدوري قبل امتازي احنا كنا قفلين سوشال نيزيا خلص احنا احنا كناش منتقصر بقى حاجة بتحصل حولنا احنا كنا احنا كنا نحن نكمل بتركيزنا لا يوجد حاجة تخرجنا سواء هجوم او او تشجيع بس لا احنا كان عندنا هدف كنا مركزين علينا عمام كان الموسم في الطائرة عبما اعتقد ان تقربت الى حتة هو موسم استثنائي في الكرة الطائرة على مستوى السعيليات خاصة من الضغوط اللي كانت موجودة مع التقلعات الآلة للزمالي والمشاكل اللي كانت حصلة بسبب مريم مصطفى فكل المشاكل اللي كانت بتحصل الموسم كله بقى خلاص فوالة عن كل الناس مركزة معاك انتي قلت ان انتوا قفلتوا على نفسكم طبعا كعملتوا ايه بقى اكتر من كده ان كنتوا بتحاولوا تثبتوا للناس اللي كان بيحصل في الكواليس جوه اصلا انت نزمالكم ممكن لو في الاهل او حتى رشاك العام حتى لو بس قبل مبعد في متخب مصر فترة دي اذا عاشتوها ازاي احنا ده اول موسم ان احنا تبقى الناس كلها مركزة قوي عمتا الدوري الدوري المصري كان مختلف عن اي سنة على اي فرقة تانية الناس كل سنة بيحصل من اول ومن ثاني ومن ثالث ومن رابع بيحصل اعروف من اول مستاذي اصلا للسيزن كله الفرق كلها مدعمة كويس الفرق كلها بنات انتقل الناس كتير كان عندها مختلفين مش احنا بس نحنا وزمالك وسبويتن وكذا فرقة تانية فلا السنة كان سيزن تالنجين جدا ما كانش معروف منه كل موتشات صعبة ما كانش في موتش ساهل ما كانش منخش عارفين النتيجة احنا داخلين بنلعب كل موتش زي اكتنه نهائي احنا بنلعب موتش جامد مفيش موتش اقل من موتش قفلنا على نفسنا بان احنا بدأنا ان احنا ننقض مع بعض كتير نتكلم مع بعض كتير كونا بنتمرن كتير قوي كنا ساعات بنتمرن تمرنتين في اليوم وساعات كنا بننقض في التمرين اربع ساعات واربع ساعات ونصط ونحاول نتمرن تاني وتالت وفتنس وجيم وفولي لا اتعبنا في الموسم جامد بان احنا نطلع بالمنظر اي بخانيا بان انتين لبطولة افريقيا اول مشاركة تاريخية اول لقب ولقب تاريخي برضي الكوانيس البطولة ايه اصعب لحظة مراتوا بيها الوصول للنائي وخصوصا ان انتوا كمان لابتوا تاني يوم بعد ما فريف رجال خسر فبعت انضغوط عليكم امبر ان لازم السيدات تكسب علشان يبقى عندنا فريف مصري راجع اللقب على الآن عيشت بالفترة لكل هذات كانت بطولة صعبة ما كانش سهلة من ساعة ما روحنا واحنا نركزين اوي 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 بنتمرن وما بنامش حالة احنا نتمرن وناكل ونام كانت اصعب اللحظات عندنا سيمي فاينل وفاينل كان سيمي فاينل كان صعب كانش سهل كان مع فرقة من الجزائر فرقة كبيرة فيها عناصر يعتبر معظم المنتخب كان صعب قبل كل مواتش كان الكافتين كان بيجمعنا وبيبعندنا محاضرة تحليلية بنشوف هنلعب ازاي على الفريق التاني بنشوف ان احنا هنحاول نستغل نقط ضعفه ازاي واحنا نستغل نقط قوتنا ازاي بس الاصعب كان الفاينل يعني لوحظت الوصول الفاينل ده كان الليلة القبلاها كانت صعبة بنقابل بطل الفرقة ذي كانت واخده شركت في البطولة 14 مرة خدت منها تسع مرات فانت بتلعب بطل حقيقي للبطولة ذي واحنا اول فرقة يعني احنا اول مرة نشارك في البطولة ذي فكان بنسبالنا تشالنجين جدا ان احنا نخش ونكسب ونلعب بالبرفورمانس ده ان مرات نهاية يعني احنا نشارك يعني فعلا بعد 24 ساعة فرقة زمائك خسكة وانتوا بطل المتوج على عرش افريقيا في كرث الطائرة جيت في لحظة انتوا حسيتوا فيها ان ندينوا الوصول احنا نكسب البطولة دي الخسورة الخسورة كانت لها عام وطبعا ان احنا نكسب هو اول ما عرفنا ان هما احنا كنا متفرج عليهم كنا من نشجعهم ان احنا هناك بس اول ما عرفنا ان هما ربنا ما وفقهمش كان ده بالنسبالنا تشالنجين جدا ان احنا ماينفعش ان احنا نرجع الفرقتين لقدر لخصانين البطولة كان لازم على الال حد فينا يرجع مفرح الناس اللي مستنيين هنا دي وانه كمان السيقة اللي تحطت في الفرقة دي مكادش قليلة خالص احنا من اول يوم وانه احنا احنا مفيش قدامنا غير المكسب يعني احنا مش حطين تاني تنحمد فتقي هو مدرب من زمانك ومدرب منتخب مص تعني معي انا ازاي وانا ازاي كيف تنحمد مدربنا من زمان اوي ومش اول سنة يمسكنا هو اي ممكن اول سنة كلنا العناصر دي تجمع معي في زمانك بس لا هو مدربنا من زمان اوي انا من انا صغيرة وانا بتلرب معي في المنتخب ومعي وخدت معي جواز كثير وبطلاق كثير فلا بالنسبة لنا ما كان احنا مش حاجة نتعامل مع كابتن احمد خالص لا ده مدربنا من احنا صغيرين اوي يعني طيب اضاء يعني اللي عناصر بان جات من الاندية الاخرى ومجدت وحبت دعمت الفريق هو اندري يجمع كل ده ازاي كيف فرق من مثلا المدرور بسا من العبت العالي والسماء والشمس وكل الفرق في المتخم وفجأة عندي اقرب عناصر المتخب في نفس الفرقة ودربهم كل يوم التعامل منه كان معاكو اختلف واندرع اذا ما هو او يلا حصل بصوت لا التعامل ما اختلفش هو كابتن احمد طبعا عنده فنيات عالية اوي 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 من احسن مدربين اللي موجودين هنا في مصر بيقدر اوي يستغل نقط قوة الفريق بيقدر يلعب عليها باكتر من طريقة يمكن في ميزة عنده نوو بيعرف يلاقي حلول ودن المطش بطريقة سهلة بتبقى حلول سريعة حلول بتجيب بيستغل العناصر اللي معايه كويس اوي 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 يمكن مثلا حد زي مارين متولي مثلا هي اصلا مش مركزه اربعات لا هو الاف اربعات وهي دلوقتي احسن لعيبته اربعات في مصر فلا هو بيعرف يتعامل كويس اوي 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 مع العناصر اللي معايه بيعرف يستغل ويطلع منهم باحسن حاجة ممكن نوعي قدوها في الملعب المنافسة اللي حصلت السنين تأثيرها بقى عم المنتخب مصر عميل ازاي يعني احنا بعملها تسمين الاجين عن الاركاب او البطولات بشكل عام منتخب مصر بقى نفسه عميل ازاي في الفترة اللي جاية فاصلان ان نزلت اهلي والزمالك من نفسه اللعيبة عندنا شايفانها بشكل افضل لا احنا عايزين بقى ان المنتخب مصر نفسه يرجع بالنفس تان احنا اراضي احنا دخلين مع اسكر بكرا مع المنتخب مع اسكر مغلط اللعيبة كلها متجمعة فيه اهلي وزمالك ونوازي تعنيا ما فيش عندنا حتة قوي في المنتخب اهلي وزمالك دي ما تلاقيهاش يعني لا احنا في الاخر كلنا اخوات وصحاب وفرقة واحدة بنلعب باسم مصرف الاخر يعني ما بيتقلش دول عايبة اهلي ودول عايبة زمالك اللعيبة كلها برضو يبقى عندها هدف واحد والمنافسة السنائي دي هتخلينا عالية تقوي بمستوانة الفرق كلها عالية من كتر المنافسة انت مش عارف مين هيكسب انت بتخرج الماطش ممكن يخرج ثلاثة واحد ثلاثة اتنين ماطش مقفول فبجد المنافسة كتعالية ده اكيد طبعا هيفيد المنتخب ان احنا نقدر نرجع تاني لباطل افريقيا يعني كمنتخبات احنا مسافرين مع اسكر الاول مع اسكر سدريبي وبعد كده هنرجع عندنا بطولة العابة عربية في شهر سبعة ان شاء الله اول سبعة وبعد كده بطولة افريقيا شهر طبعني عشان انا بقيت كان لدي معان دور ميوكن صحيح ايه وفي ناس كان بتقول ان هي تنفع ان هي احسن من المحترفين الاربنجال العلي وفي زمان اصلا تأثيرها عليك وعمل ازاي وتأثيرها عليك فيه محليا وحتى تبطولة افريقيا هي من اه من اه من احسن اللعيبة المحترفين اللي جمل دوري المصري في خلال مثلا السبع سنين اللي فاتوا دول هي فعلا تصنف من احسن اللعيبة هي شطرة قوي قوي مجتهدة بتركز جد جدا جاية فعلا شغل هي مش جاية حاجة عنية لا هي جاية شغل جاية تفيد المكان اللي هي جاية عندها خبرات عالية قوي 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 في الفولي قدرت ان احنا بنستفد منها تستفد مننا وهي فادتنا طبعا في الملعب كتير قوي هي من اهم العيبة الموجودة في الملعب هي وجودها مؤثر جدا نعظمات مين اقرب حد دي عالين في مصر كلنا كلنا اصحابها يمكن اكتر حد هي نوران ومين اقرب حد في المستوى في نصف يعني ممكن مثلا نقول ان هي لو مشيت حد يقدر يعوض مثلا ما نحتاجش لمحتالة في مكانها مثلا يمكن في مركزها دلوقتي مارين متولي هي اقرب حد بعدها يعني في المنافسة بس بس لقيا عندها خبرات عالية جدا هي لعيبة مكتهدة وشطرة وعندها خبرات في البولي عالية قوي انها تقدر تفيد بها الفرقة وده راتفان الحاصل بذلك دبان في الملعب يعني طيب انا اريدك بلا سؤال كيف توفي بالشوبي او اللي يعيب انا بشتعل اكاونتنت بس انا في الشغل كلهم بيشجعوني صراحة موزيريني كمان بيخدر قوي حيث ان انا لعيبة وبيبقى عندي ماتشات وبالعكس هم اصلا بيجوا يشجعوني في الماتش يعني او مش بس علاقتنا شغل بس البالنس ده صعب شوية ان انا ساعات مثلا بأيوة عندي فيه ماتش وانا عندي فيه شغل فانا بصحة الصبحة خلص شغلي وبعد كده اروح الماتش وبعد كده ارجع اكمل ده بيبقى صعب جدا بحتاج طايم مانجمنت فضيع بس بصراحة الشركة في معظمها زيما الكوي مديري بيشجعني يعني انا مديري بيشجعني اي ان كان معنا هنا ولا هنا هو بيشجعني صراحة عدد كبير اوي 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 اذا انا كان متعصب كمان فبالنسلهم بقى انا عندي ماتش كلهم عادين بيتفرجوا على ايه حتى هناك على فكرة الاهلوية لا اهم احناك بيشجعوني وبيستنوا الماتشات ولو بتتزعب يوضي يتفرجوا وليقدر بيجي بيجي طب لو جي وقت نازل بتضعك بحاجة كرة طيلة او بشولك محاسبة تأملية لا قرار صعب قرار محتاج يعني لا ادريسه الاول اشوف اوه يعني انا البولي احب البولي اوي 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 من انا صغيرة ما اقدرش تخير حياتنا في اماسا او عنديش تمرير او عنديش ماتش ولا كده انا احب شغلي جدا فلا او قرار صعب بس يعني الحمد لله طول ما احنا عارفة وفا من ده ومن ده فانا اتوامش يعني في الموضوع الاكل في تونس في طولة افروك كان صعب اوي اذا قاموا عندنا كده صعب جدا كنا نقوم في اوتيل واهش اوي 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 كل الفيرة انا فقط نشتكي يعني انهم كانوا كنا نحن لا يوجد اكل انا كنا نحن انا احوالي 14 يوم وعلى اخر 4 تيام نقالوا كنين اتوان كنا مجد كنا نأكل تونة كنا جايبين معنا من هنا تونة بقفنا نعيشنا على العائلات تونة طول العشر تيام تونة وخاص اكل ارنب يعني اننا عاقل اكل ارنب و كنا جعانين قوي كنا سعيد كنا بننزل لكم مبارا مكوتنا جعانين يعني انا مش قادرين و لما روحنا الوتيل الثاني الكويس احنا قبل المطش احنا كلنا هجمنا على الاكل اكلينا مش كيفناش اكل بعلنا كثير طيب يعني بينك برضو معيبة و في نصر الوقت بوقت لازم اكل معين و بحساب علشان تبضلي بحوظه على اليوكتك و على استورك و لعمك فهمنا طيب عذا كله ؟fer體ك عيشت ساعت كمس يمكنكefني ابقى Rhodes المضاقرة دفعノ منذ الاكليyt بالأكل لو أنني كان شخص غاوية عن نفسي وحبوني وいきابج بهدئ ربما أحيا القذاء بحبابنا الحمام بحّبوار مصنعه براحلين الأكلر احب بحجنة بزعان ان شاء الله اكطر أكل مصيد احب باذا ده الل brittle أو مثلاً في أي سفلية لك في مصر رأيت فيها مثلاً من الأكل أو تتعرضت عليها مليون منين شاكورت لا لا أنا بس بأكروح للشيئات التي تبقى على بعض يعني لو أضعوا لي شيئات على بعض ليس سأكلها لكن لو كل شيئ الوحدة أنا ممكن أكلها عادي بس لا أحبتش اللغبطة في الأكل أنا أطبخ أصلاً أنا معاش أماكن الحاجة في بيتنا فين أنا أنا بأعوز شيئاً بأنادي ماما بتجيبها ممكن أي حد ما عزي في البيت بأعرف أكثر مني أنا بروح لبيت هذه زيارات فعلاً أنا فشلة قوي يعني بأعوز شيئاً في الشهر الصراحة أنا كده مضحية بأعوز في الشراب سادة أو اللي أبعلي لي فنيدة سمعين لا لا أنت ستبقى بأعوز شيئاً بأعوز شيئاً وابشار بأعوز شيئاً بأعوز شيئاً بس آه لكن أنا مليش في التفخص ما أعرفش مليش كل كمان أنا أخش يعني مثلاً مرة دخلت ساعد مامتي قلت أجرب بها وهتعمل أكل وأعمل معيها وليتنا عدا بتقلب كثير قوي زهدت ومشيز أنا عبسي كماني نتريب أنا خلاص كده أنا وأنا عاوز بستعمل زمان غسية إحنا عشان بنبع أعزين مش كل يعني في البطولات بالذات مش بيكون في لوندري الابشن ربش بيقى موجود في كل القوتلات أو بيقى مثلاً لو موجود بتبقى مش ضامل من تي شيت الماطش تاني هكجيلك قبل الماطش فانت خلاص مانتش في الليل هتلبيسها رايين صوب فلا من أنت عامل بقى دانا بالغسيل هنعمل لي يعني وقدم ليش اوشن تاني يعني بنغسل لبسنا بنفسنا وبننشوره بنحاول يعني نحنا نمشي الدانيا على قد ما نقدر بس بس أنا عندي فكرة الغسيل دي صغبة شوية ليه؟ ما أبعربش ما مليش قوي في الكلام ده الصراحة طب ميك مثلاً بيغسل لك دومي يعني عودتش لغالك في البطولات لما بتسافر بورك يا اسمين نواحي يا رومي بتاعتي وانا هي اللي تخسر غسيل صراحة ساعة كثيرة بصراحة يا بنت شايلاني يعني الصراحة ياسمين نوح اللي عادة معيها مش طبيعية ياسمين كوميديا جداً جداً فانت لو عادت معي تبدل تضحك بس أنا بقى أعطول بعض معي في القوضة فلاأ مواقفنا كثير قوي دمائمك لا تقول الكرة أكثر الوقت بتيجي في فش ما تحس بإيه؟ الكرة تبقى سريعة جداً لو هي كرة على الشبكة أو البلوك طبعاً ما قفلهاش أنا مفروض أن أنا أفضر البلوك فساعد تبقى كرة سريعة قوي وقوية جداً لو حد ما تطلع ضربة جامل فغزم عني بتيجي في فشي وانا والحالش أحضر إيه حتى بافع عن وشي بقى أعيما أنا مش شايفة أصلاً لا شايفة أنا في قانيه اتجاه أنا لا أعرف أن أذهب كده أو كده بس هي بوين شغانة بتيجي في فشي وتكمل تطلع مش بتيجي بوينت ونقطة فده بتبقى صعب أعيما بقى كرة أنا مش شايفة أي شيء مش شايفة أصلاً ناس اللي حوالي وأنا شايفة أنا في الشبكة فين فأنا شعفة بس هنا مين أكوى إيد مثلاً شوفتها في الطائرس هناك في مصف؟ من السيرة اللينا من اللعيبها يعني ممكن آية الشامي كوتها مثلاً ممكن تبادية وحييت أزتي من نعقة بكده أو لا؟ أخذت كورفش كثير منها الصراحة بس لعني كورت تطلع يعني هي أصلاً توجع بس شوية وبعد كده خلاص بس نقطتين كده وتلاقيني تمام خلاص ثاني مثلاً في كورة فعلاً أنت في ديرتي تحس أن أنت بزغريلة فعلاً مثلاً نقطة أو نقطتين وتأثرت والفريحات تستعمل بسارقة نقطة؟ لا مرة زمان قوي مرة زمان قوي جات كورة في عيني جات في عيني بس فساعتها ورمت قوي عيني وكش أعرف مفتاحها كان قبل ما انش ببتدي أنا بس خلاصة بس لعيكت يعني بس كنت لعب أنا مش شايفة في خلاص كنت لعب يطور بعين واحدة رجعت بدري عن الفرقة عشان كانوا محتوي روح للدكتور كنت شايفة كوي كنت كتبتو؟ نعم كتبنا كان نهائي كان فاينل برضو الفرقة الأفريقية كلها بتبقى أقوى مننا جثمانيين بيبقى أحجامهم أكبر مننا وقويتهم أكتر مننا كده إحنا بنفرق عنهم بس إن إحنا بنفكر شوية إحنا بنلعب يعني هم ده ما تلاقيهمش عندهم قوي بس هم عندهم القوة ومناظرهم أصلاً واحدة أطوال جداً جداً وفي منهم أقوية بين في منهم في بنت منهم يعني شبه الولد كده هاي بقى الجنبوه علي قوي 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 بتطعني قوي وقوية فده كان بنسبة لنا وإحنا بنتفرج له آه بقى تمام هنعملين يعني ما حاستوش في لحظة كده إنه ولد والمعبود في الفرقة عشان مما يتسامن؟ عشان هو أصلاً ولد وبعبنت فإحنا كان بنسبة لنا الموضوع غريب جداً آه هو أصلاً ولد وبعبنت فإنت بتلاقي بولد قدامك بابا نط بلاي واحد فوق فأنا مش عارفة هايعمل إيه بابا مش عارفة أنا مامتي المانسابويتر بتاعي من وانا صغيرة هي اللي بتوزيني كل يوم التمرين يمكن مثلاً الماتشاط اللي ما حضرتهاش في حياتها بس وإحنا مسافرين يعني وإحنا برا مصدر لكن هي بتحضر كل الماتشاط بتبقى معبودة حتى لونا معسكرة مصدر مش جامل البيت لأها بتيجي بتتفرج وهي بتشجعني قوي 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 بتعرف ترفع من روحي المعنوية وانا فوقتنا مثلاً مش فيه أحسن حاجة بتعرف انها تخليني قبل مشاطر مهمة بمركزة قوي بتروعي بقى كل حاجة بتروعي مثلاً ان انا مبقاش مركزة غير في حاجة غير الماتشو بس تحاول تبعدني عن اي حاجة حوالي ممكن اها تأثر او كده بتحاول تهتمد الاكل وتحاول تهتمد كل حاجة انها اللي هو انا راح ألعب بس انا مش راح أعمل اي حاجة تانية نا امامتي حد مهم جداً 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 ليه الفضل ان انا قصت انا بقى في المكان ده سواء منتخب او زمالك بسالة شكراً يا ماما والله العظيم بحبك جداً تموحيك مع الزمالك تلك السنة الجاية ومع النطة خمص تموحي مع الزمالك مختلف شوية هو السنة دي لما احنا حققنا وكسبنا بذات افريقيا ده كان ادينا ثقف نفسنا جمد قوي ان احنا لا احنا نكسب ونحقق ما ينفعش نحن نخسر خلاص لا احنا خلاص فرقة حققت انجاز عظيم قوي كبير قوي يمكن ذي اول مرة اصلاً الزمالك يكسب فيها بطولة سيدات من حوالي 38 سنة بطولة الكاس دي وافريقيا ذي اول مرة يشارك بأول لقب فده انجاز تاريخي يمكن كمان حظنا ان احنا السنة ذي اول مرة بطل افريقيا يتقاهل كاس عالم فلا اول مرة نتقاهل كاس عالم ونحنا موجودين ده دينا بوش لقدام مش طبيعياً عندنا تارجت اربع بطولات هي مش مش خلاص هي بطولة ولا اتنين لا احنا عندنا سوبر وكاس ودوري وافريقيا ان احنا بنخش بالنفس بقوة خلاص احنا ما قدامناش اوبشن تاني احنا فرقة بطولة ما ينفعش تنزل عنها طيب مع منتخب مصر مع منتخب مصر زي ما قلت لك المنافسة علت قوي الدوري علت قوي المهارات خلتنا كلنا احسن حطتنا في حتة تانية غيراً كل سنة فلا السنة ذي العناصر كويسة قوي جاهزة اراضي من الدوري احنا لست مخلاصين دوري بقالنا اسبوع واللحية زي كده فاحنا جاهزين احنا لست محتاجين يعني احنا مش بنعمل فترة اعداد من الاول احنا بنكمل على اللي احنا قراضي وصلنا له في الدوري فبالذات بقى المعسكرات اللي هتتعامل زي اللي احنا مسافرينها احتكاك وكده زيها تساعد قوي ان احنا نظهر بشكل غير السنين اللي فاتت في كتورة افريق ان شاء الله جمهورة الزمالك جمهورة عظيم كبير جدا بيدعم في الوحش قبل الحلو احنا لما خسرنا وفرحت تاني سوشيال ميزية لقيت ناس كتير قوي 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 بتدعم واصقين فينا لأ اللي هو خسرته الدوري احنا معاكم في الكاس احنا واصقين فيكم احنا وراكم ففعلا شكرا ويا رب نقدر نحنا نفرحهم دايما ونبقدر المسئولات اللي هم حطيناها فيها